موسيقى اهلا بكم مشاهدنا الى حديث الصحافة وجولة جديدة في ابرز اهتمامة الصحف الوطنية والعالمية والبداية بالصحافة الجزائرية استئناف النشاط النقل البحري للمسافرين عنوان تصدر جريدة الجزائر الجديدة وجاء فيه رفعت وزارة النقل التجميد على النشاط البحري على المسافرين بعد اكثر من سنة ونصف من التوقف بسبب جائحة كورونا التي ضربت البلاد واعتمدت الوزارة مبدئيا برنامجا يتضمن رحلتين اسبوعيا في اتجاه كل من اسبانيا وفرنسا حيث خصصت رحلة واحدة في الاسبوع نحو مدينة اريكانت وذلك بالتنوب ومن المرتقب ان تنطلق اول رحلة بتاريخ الحادي والعشرين اكتوبر القادم من ولاية وهران ذات الجريدة عنونت مطالب بتوسيع صلاحية الاميار اذ طالب سياسيون ومنتخبون بتوسيع صلاحية رئيس البلدية ومنحه السلطة المطلقة في اتخاذ القرار وتحريره من قيود الادارة تزامنا مع تنصيب الحكومة لورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية وتماشيا مع الاقلاع التنموي الذي يمثل احدى ركائز الجزائر الجديدة وحسب عدد من رؤساء البلديات فان العراقيل التي تعيق اداء مهامهم هي رقابة الجهات الادارية المركزية بالرغم من ان البلدية تمثل احدى صور النظام اللامركزي الذي يقوم باتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع المختلفة الى جريدة الخبر والتي كتبت مقالا تحت عنوان بلاني يدين تصريحات غير المسؤولة للسلطات المغربية حيث وصف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي عمار بلاني وصف تصريحات سلطات الاحتلال المغربية بالتافهة وغير المسؤولة بخصوص الاعتداء الذي قامت به في نوفمبر الماضي على منطقة كركارات الصحراوية داعيا مجلس الامن الامامي الى تحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية من اجل ضمان الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير يومية المجاهد كتبت قوجيل يستقبل قاضي قضاة فلسطين وجاء في التفاصيل استقبل رئيس مجلس الامة صالح قوجيل بمعية وفد عن مجلس الامة استقبل الدكتور محمود صدق الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية والوفد المرافق لهم وتطرق طرفان خلال اللقاء الى العلاقات الثنائية مما سمح لسيد رئيس مجلس الامة التأكيد على ان مواقف الجزائر الثابتة والمبدئية من كفاح الشعوب للتخلص من الاستعمار نابعة من عقيدتها الثورية التحريرية ومبادئها القومية العربية التي لا يمكنها المساومة بشأنها جريدة الحياة العربية والتي كتبت في الشأن الدولي ان اردوغان يدعو قادة العشرين لتشكيل مجموعة عمل اذ اقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تشكيل مجموعة عمل من اجل افغانستان ضمن بنية مجموعة الدول العشرين واعرب عن رغبة بلاده في ترقصها جاء ذلك خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية المنعقدة لمناقشة تطورات في افغانستان وعبر اردوغان عن اعتقاده بان المجموعة منصة تعاون اساسية لمواجهة التحديات التي تعصف بالعالم وشدد على ان التطورات في افغانستان لها تداعية اقتصادية ومالية وابعاد سياسية وانسانية والان الى اهم ما تدورته الصحافة المغاربية اتصال هاتفي بين سعيد وتبون هذا ما تناولته صحيفة الشرق التونسية اذ جرت مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس السعيد باخيه الرئيس عبد المجد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وتناولت المكالمة العلاقات الاخوية المتينة والمتميزة القائمة بين تونس والجزائر في كافة المجالات كما تم التطرق بالمناسبة الى الزيارة القادمة التي سيؤدها الرئيس عبد المجد تبون الى تونس قريبا الى بوابة الوسط والتي كتبت مقالا تحت عنوان مجلس الدولة يخاطب المفوذية العليا لوقف العمل بقوانين الانتخابات حيث ارسل رئيس المجلس الاعلى للدولة خطابا الى مجلس ادارة المفوذية الوطنية العليا للانتخابات يطالب فيه باقاف قوانين الانتخابات التي اقرها مجلس النواب مؤخرا باعتبارها مخالفة الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري وذلك الى حين التوافق حولها مع المجلس الاعلى للدولة وذكر المجلس في خطابه بمراسلة سابقة الى المفوذية لايقاف العمل بالقانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور الى حين توافق المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب مصريا كتبت جريدة الجمهورية عن المتحدث باسم الرئاسة تجمع في شجراد يدعم موقف مصر في ازمة سد اثيوبيا قال السفر بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان تجمع في شجراد من تجمعات الهامة جدا في وسط اوروبا ويضم اربع دول الماجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا يهدف الى التنسيق لدخول الاتحاد الاوروبي مضيفا ان التجمع يحظى باهمية كبرى بسبب موقعه وموارده وحجم الناتج المحلي والسكان ولديه قدرة صناعية كبرى والجميع يسعى لبناء حوار معه ننتقل بكم الى الصحافة العالمية الى الجارديان والتي اشارت الى توقيع نحو 500 موظفين في شركتي جوجل وامازون على عارضة تطالب اصحاب الشركتين بوقف العمل على تزويد اسرائيل بالتكنولوجيا السحابية التي من شأنها ان تساهم في ملاحقة ومتابعة الفلسطينيين واستهدافهم وقتلهم وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فان الموظفين العاملين في كبرى الشركة العالمية فضلوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب خوفهم من الانتقام التحالف بين الحزب الجمهوري الامريكي يتعمق مع الاحزاب اليمين المتطرف في اوروبا هذا عنوان اشارت اليه صحيفة واشنطن بوست في مقال رأي كتبه ايثان تارور عن العلاقات المتزيدة بين الحزب الجمهوري الامريكي وجماعات اليمين المتطرف وقال ان قمة مهمة عقدت نهاية الشهر الماضي في هنغاريا وحل عليها ضيفا بارزا وهو نائب الرئيس السابق مايك بن بانس الذي انضم الى رئيس الوزراء الهنغاري وزمرة من القادة القوميين غير الليبراليين من القارة الاوروبية في مؤتمر كان شعاره قيم العائلة والديمغرافيا ووقع بانس على اعلان مع قادة اليمين في بولندا ودولة تشيك وسلوفانيا والذي قال نرى ان هناك ازمة جمعتنا هنا ازمة تضرب في قلب الحضارة نفسها ونختم مشاهدنا جولتنا بالكاريكاتور في امان الله اشتركوا في القناة